ناقشت الحكومة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالسحل الشمالي ودلتا نهر النيل والممول بمنحة من صدوق المناخ الأخضر بالأمم المتحدة ومقترح البدء في دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية وخلال لقاء أمجد المهدي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر أكد وزير الري والموارد المائية هاني سويلم أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة كما ناقشت الحكومة أيضا مشروع مقترح لتطوير منظومة الري بمنطقة واد النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الري وتأهيل محطة الرفع وتطوير المساقي بالمنطقة مع استخدام نقطة للرفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود وتشجيع المزارعين على التحول للرأي الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر